الناس اللي لسه بتسأل على كورس تعليم رسمي كريكتير من الصفر اللي احنا عملناه مع اسلوب انا دايما بسيب التفاصيل كلها في الديسكريبشن تحت الكورس ده مناسب جدا للناس اللي مستواها فعلا صفر بص يا سيدي حياتك دي عبارة عن مراحل كل مرحلة لازم تاخد وقتها ولها متطلباتها ولها تحدياتها هي لوكشة على بعضها كده فلازم تتاخد زي ما هي عاملة زي ما تكون بتبني عمارة العمارة دي متكونة من كذا دور بتبدأ بالاساس وبعدين تطلع بالدور اللي جاية بعد كده كل دور لازم ياخد حقه في الشغل تشتغل على الدور الاول مهما كمش على مزاجك يعني ممكن يكون طموحك انك تسكن في الدور التالت او الرابع فده مش معناه ابدا انك تهمل في بناء الدور الاول والكارثة بقى انك تكروت الدور الاول علشان تخلص وتدخل على التاني والتالت وهكذا والكارثة الاكبر انك تبقى بتبني ونفسك تخلص لما تكروت في الشغل على نفسك في مرحلة من مراحل حياتك لأي سبب ده هيأثر بشكل او باخر على المراحل اللي جاية بعد كده حياتك متقسمة مراحل اه بس في النهاية هي حياة واحدة حتة واحدة لو مرحلة بيضة هتأثر على اللي بعدها لما تشتغل على نفسك في مرحلة من مراحل حياتك وانت مخنوق ومش بتدلع حقها لانك بتمنى نفسك ان امتى بقى الايام تخلص امتى بقى نخلص علشان نرتاح فانت مش هبطت الخنقة لان كل مرحلة لها حلوتها ولها خنقتها فهتفضل انت مركز مع خنقتها مهما كانت المرحلة دي حلوة بالنسبة لك فاكر زمان لما كانوا بيتحاقوا علينا ويقولونا خلص انت بس اهداي دي علشان تدخل سنوي وترتاح اتعب بس في سنوي علشان تدخل كلية حلوة وترتاح امتى بقى تخلص كلية علشان ترتاح وهكذا حياتك هتبقى سلسلة من الخنقات ولما توصل لمرحلة متقدمة وتجي تبص وراك هتلاقي المراحل اللي فاتت كانت رحلة عذاب ما وصلتكش الحاجة استمتع بكل مرحلة في حياتك تعامل مع تحدياتها على انها جزء طبيعي جدا من المرحلة اللي انت فيها لما تبقى نفسك تخلص من مرحلة انت عيشها مش هتعرف تبنيها صح علشان تقدر تشيل المرحلة اللي جاية بعدها ما هي كل مرحلة بتشيل المرحلة اللي جاية بعد كده زي ما قلنا في الادوار اللي في العمارة اشتغل على الدور اللي انت بتبني الوقت حالا كأنه الدور الوحيد اللي هتعيش فيه فعلا اديله حقه في الوقت والجهد والتعب علشان لما توصل للدور اللي انت بتطمح ان انت تعيش فيه يبقى واقف على اساس قوي علشان ما تلاقيش العمارة دي متكونة من ادوار كاتيانة ومش واخد حقها في البنى وصحيح انت وصلت للدور اللي انت عاوز تعيش فيه بس هتعيش فيه مهزوز الآن مش مبسوط لان مشاكل العمارة كلها على بعضها كتير علشان ما تجيش بعد فوات القوان والعمارة تكمل وما تعرفش تهد دوار علشان تبنيها من الاول تاني لان ساعتها لا هيبقى وقتها ولا امكانية الشغل فيها هتبقى زي ما كانت في البداية فهتلاقي نفسك عمال بترزع في العمارة كلها ونفسك تهدها كلها علشان تبنيها تاني بس ده هيبقى مستحيل العمارة مش هتتبنى من الاول وجديد علشان تعوض فيها اخطائك اللي عملتها قبل كده بس هتفضل ترزع فيها بالندم اللي هيخليها دايما ايلة للسقوط اللي هتتهد علشان تبنيها من جديد ولا هتبقى واقفة على اساس قوي هتفضل ايلة للسقوط وده اللي بيعمله فينا الندم لما بتعد مرحلة من مراحل حياتنا ونندم عليها بعد كده ما بنعرفش ان يرجع لها تاني وخبلك انت عيش كل مرحلة من مراحل حياتك صح استمتع بحلوتها وخلي نفسك طويل وانت بتواجه تحدياتها خلي بالك من قراراتك لازم تكون مناسبة جدا للمرحلة اللي انت فيها دلوقتي علشان هيتبنى عليها نتائج هيتبنى في المرحلة اللي جاية بعد كده ترجمة نانسي قنقر